بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الشابتر الرابع في السكشن نمبر 2 بعنوان Analysis of Beams في الجزء السابع إن شاء الله هنا رح نشوف مثال ثاني Simple Problem 2 أيضا تطبيق للshear force والbending moment إزاي نحسبهم كنا في المثال اللي قبله هنا استعملنا الconcentrated load هنا رح نحاول نشتغل على مثال بتجدون فيه distributed load هذه هي الكاميرا It is a simple beam زي ما تشوفوا هنا C-port هنا roller رح تكون فيه ردد فعل واحدة وهنا pin it رح تكون فيه رددين فعل بالنسبة للC-port في النقطة B زي العادة بنطلب منكم To draw the shear and bending moment diagrams يعني رح نطلب منكم رسمة قوة القص والعزم الإنحنائي بالنسبة للكاميرا A-B علما أنه هنا فيه قوة بقيمة 400 باوند متبقة في النقطة A وهذه القوة طبعا هي قوة مركزة وهذه قوة منتشرة بقيمة 40 باوند بر إنش منتشرة على طول 12 إنش من A ل C Take an entire beam as a free body طبعا إحنا هنا رح نعوذ السيبورت برددين فعل بالنسبة للسيبورت B وردد فعل بالنسبة للسيبورت A and we will take it as a free body من بعد ذلك رح نحسب الرياكشنز at A and B كم قيمة البي X كم قيمة البي Y وكم قيمة الاي هنا كردد فعل بعدين في المرحلة الثانية we will determine the equivalent internal forces couple system at sections cut رح نعمل قص في السيجمنت AC من هنا الهنا وقص في السيجمنت CD من هنا الهنا وقص في السيجمنت DB من هنا الهنا آخر مرحلة بعد احتساب البندق مومنت والشير فورس رح نرسم الرسمة النهائية لهم as a result of this exercise نمر الآن للحل قلنا أول مرحلة رح نكتب فيها حالات التوازن مجموعة المومنت مثلا حول النقطة A بتساوي سفر لو كتبنا هنا مثلا مجموعة المومنت حول النقطة A بتساوي سفر عندي هنا B Y مجهول وعندي هنا A Y مجهول وعندي هنا B X مجهول طبعا بالنسبة لي أي شيء بيدور ضد عقارب الساعة هو موجب بالنسبة للمومنت B Y هذه ضارب المسافة من هنا إلى هنا وهي 32 موجب لأنها بتدور ضد عقارب الساعة سالب 480 ضارب 6 الأربعين هذه أقدر أجمحها كلها في نقطة مركزة في شكل قوة مركزة بقيمة 40 ضارب 12 يعني 40 ضارب المسافة من هنا إلى هنا هذه القوة والمسافة من نقطة تطبيق القوة المركزة إلى النقطة A رح تكون المسافة 12 هذه على 2 يعني 6 480 هي 40 في 12 ضارب 6 إنش هذه هي المسافة من نقطة تطبيق القوة المركزة إلى السي بورت A نمر الآن إلى القوة 400 هذه رح تدور مع عقارب الساعة فالإشارة بتكون سالبة القوة هذه ضارب 22 اللي هي مجموعة 4 مع 6 مع 12 كل هذا بيساوي سفر المجهور الوحيد في المعادلة هذه هو البي لو حسبتها رح أجد بي بتساوي 365 باوند أمر الآن إلى كتابة مجموع المومت حول النقطة ب بتساوي سفر الآن رح أسوي نفس الشي لكن حول النقطة ب طبعا هنا القوة اللي بتشوفوهم 480 زي ما قلت هي تجميع القوة المنتشرة في شكل قوة مركزة تصبح 480 يعني 40 ضارب 12 ضارب الديستنس من هنا الهين كم 26 لو حسبت 10 مع 4 مع 6 مع نصف المسافة هذه من هنا الهين 6 رح تعطيني مجموع كلهم هذهم 26 ضارب 480 طبعا الاشارة موجبة لأنها بتدور عكس عقرب الساعة أمر بعدها للقوة 400 هذه المسافة من هنا إلى هنا بتساوي 10 إنشات وبتدور كمان ضد عقرب الساعة فالاشارة رح تكون موجبة المتبقية هنا هي A اللي هي ردة الفعل هنا رح تدور مع عقرب الساعة فالإشارة رح تكون سالبة زي ما نشوف هنا A ضارب 32 هي المسافة من A لB هذه كلها 32 طبعا المجهول الوحيد هنا هو A لو حسبت رح أجد A بتساوي 515 باوند وآخر شيء هنا بالنسبة للرياكشن لو كتبت مجموع الفورسوس باتجاه X طبعا رح أجد BX بتساوي 0 لأنها القوة الأفقية الوحيدة لا يوجد أي قوة أخرى على طول الكاميرا أفقية فBX بتساوي 0